بسم الأب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم برنامج جديد ساعة على حلقة جديدة من برنامج ساعة الهواء النهاردة بنعمة المسيح حابب أتكلم معكم عن لقاءات ومقابلات مع رب المجد يسوع المسيح مقابلات مع المسيح وقت المسيح الحقيقة ما كان في تجسده على الأرض كان مليان بالمقابلات المفرحة والكلها للبنيان والإثمار والمملوء سلاما وغفران إلى آخره وكانت مقابلات المسيح بتورينا كتير من شخصية ربنا يسوع المسيح بتورينا إيه أهدافه وإهتماماته إزاي بيتعامل مع النفوس المختلفة وإزاي بيتعامل مع الظروف المختلفة قدرته لهوته كل هذا الكلام اللي هو مهما نتكلمنا الحقيقة زي ما إنجيل يحنى بيقول ولو كتبت أعماله وأقواله واحدة واحدة فلا يكفي كل كتب العالم فالنهاردة بنعمة ربنا عايزين نتكلم على خصائص مقابلات رب المجد يسوع وناخد كده بعض الأمثلة من مقابلاته أول حاجة يهمنا أو نعرف كيف كان يفتقد المسيح الناس يعني المسيح لو أخدنا كده ثلاث سنين كراستو هنلاقي إنه ما كانش فيه يوم بيرتاح وكل يوم فيه أعمال عظيمة وساعات يقضي مشوار طويل عشان يقابل وحدة زي الساميرية مثلا وتكون الساميرية دي مفتاح للقرية بتاعتها كلها للمنطقة بتاعتها كلها إزاي مثلا كان يقضي مع جموع كتير في الموعزة على الجبل وإزاي مرة تانية كان يخدهم أيام ويعود يتكلم معاهم مرة تانية ياخد تلاميذه على قدهم يعني ثلاث سنين كانوا ماليين بالمقابلات المثمرة جدا 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 سواء كانت مع مجموعات أو كانت مع أفراد وفوصة المجموعات دي لما يكون فيه حد بس محتاج يقابله يكلمه المسيح يديله هذا الاهتمام فالمسيح كان افتقاده سواء للجموع أو للأفراد زي كده المرأة نزفة الدم زي كده مثلا زك زي مثلا كده المرأة كان عنيه زي فوصة الوليمة اللي كان عملها له سمعان الفريسي وسمعان الأبرس تلاقي إيه فيه واحدة جات من ورائه أو واحدة جات وغسلت رجليه بالطيب إلى آخره ففوصة الجموع ده كان المسيح يشعر بالنفر بالفرد فكان افتقاد المسيح للكل سواء بزيارات سواء بععدات فردية سواء بععدات جماعية ثلاث سنين مليانين بالإيه مقابلات اللي احنا لما بنقراها ونتأمل فيها بنتعلم ونشوفه نعرف كمان افتقاد المسيح حتى الآن يعني مفيش حد فينا يعني يقول له يا رب إلا ويبعث له رسالته ويبعث له افتقاده ونسميها كده زيارات النعمة سواء هذا وانت وقف بتصلي وانت بتقرأ الإنجيل لما تروح الكنيسة حد يقول لك كلمة تكون محتاج كلمة تعزية تلاقي حد بيكلمك في التليفون الله يفتقد حتى اليوم والمسيح نفس يقول ايه أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن هو إذا أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر الروح الكدسة الذي يرسله أبي اسمه ويعلمكم يذكركم بكل ما قلته لكم فإذا افتقاد المسيح لنا هو عمل مستمر نرش نقول انه هو كان في وقت تجسده وخلاص لكن لا حتى في العهد القديم لما بنبص نشوف مثلا حنا أم صاموئيل لما جات كده وصلت ربنا افتقادها ملك منوح أبو شمشون برضو لما كانوا بيصلوا افتقادهم إبراهيم إلى آخره كانوا كبار أو كانوا صغيرين الله يفتقد يرسل لعمته ويرسل كلمته ومن خلال العهد الجديد لما بنقرأ ونشوف نلاقي ازاي ربنا افتقد العالم كله بتلاميذه وبرسله وعشان كده يمكن أعمال الرسل زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكتاب الذي لم ينتهي والسفر الذي لم ينتهي لأنه نقول كده إيه لم تزل كلمة الرب إيه تنمو وتزداد افتقاد المسيح مقابلاته لا ولن تنتهي أبدا بس قبل ما نشوف مميزات بتاعة يعني مقابلات المسيح تعالوا نشوف إيه ردود الأفعال لأن الحقيقة ردود أفعال للناس لأن الحقيقة مش كل اللي قابلوا المسيح وكل اللي سمعوه وكل اللي شافوا أعماله سواء كانت معاهم أو مع غيرهم كانت الاستجابة إيجابية أحيانا بنلاقي إن فيه استجابة سريعة فورية زي كده متى العشار يعني المسيح قابله طبعا بيبقى الناس سبعا لت المسيح بسأله تعالك بعني قام ترك كل شيء وتابعه في لوبوس مثلا نداو ندو كلموه قالوا له أنا شفتك تابعه على طول برس الماوس بعد التلاميذ يعني تركوا وتابعوا المسيح بطرس لما كان في السفينة المسيح قال له بس ارمي الشبك من هنا رمالة السمك قال له يا معلم إيه أو يا رب أخرج من سفينتي لأنه إنسان خاضي أول ما خرجه تركوا الشبك وإيه وتابعه ففي أحيانا بنلاقي إن الناس قبلت المسيح كانت الاستجابة إيجابية وفورية طول العمر يعني آه طبعا في النصب في ضعفات في سقطات زي بوترس زي التلاميذ كلهم لما خافوا إلى آخره لكن هذا عن ضعف وليس عن عناد ففي ناس كانت استجابة لمقابلات المسيح ليهم استجابة إيجابية وفورية زي ما قلنا كده إيه على طول شافوا المسيح سمعوا كلامه حبوه مشوا وراه واسابوا اللي وراهم واللي قدامه فبعد الأحيان كان فيه بعض الاستجابات اللي أولها عناد زي السامرية السامرية عندت مع المسيح عادت تاخد وتدي معه شوية وليس لك دلو والبقر عميق نيكوديموس برضو ما كانش فاهم قاعد يقوله يا معلم بس هنلاقي السامرية تغيرت وقبلت الكلمة في الآخر هنلاقي نيكوديموس هو اللي راح وطلب جسد المسيح إلى آخره وآمن به وحبه وإلى آخره وناس آخرون زي زكا برضو يعني مش عايز أقول عناد لكن كان جوه شهوة قلبه وبس شاف أول ما سمع عمل زي بطرس والتلاميذ وتغير وحياته اختلف ففيه ناس استجابت فوريا فيه ناس يعني أخدت وقدت شوية مع المسيح كمان فيه ناس الحقيقة عندت ومرضتش تؤمن زي كتير من الكهنة والفرسيين إلى آخره يعني يعني المسيح قال لهم كده إيه أنتم تشبهون قبور قلوا يعني أنتم تعشرون الشبس والكمون إلى آخره ولا ودخلتم ولا دقالتم إيه الداخلين يدخلون ومرة تانية قل لهم إيه زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا فلم تبكوا ففي ناس عندت على طول الخط وما أمنتش بالمسيح رغم إنها شافت ورغم إنها سمعت وطبعا دي يعني ربنا يحفظني ويحفظكم إن إحنا نكون أو نتحول في يوم من الأيام لهذه القلوب الإيه الصخرية قلوب كده حجر شافت وسمعت ومع ذلك إيه لم تقبل الكلمة ولم تقبل عمل المسيح رغم إنه غيرهم شافوا نفس الأعمال وسمعوا نفس الكلام واتغيرت حياتهم سواء كانوا قابلوها بعناد أو برفض ثم قبول أو كانوا سمعوها من الأول واستجابوا ليه لكن الكهود كثير من اليهود ومن الكهنة والفرسيين رغم إنه هم ما سمعوا ولكنهم لم يقبلوا عمل المسيح كمان فيه نوع آخر من الناس كانت بتاخد من المسيح اللي هي عايزة وتمشي وتسيبه يعني عارفين كلنا لما كانوا عشرة برس والعشرة مرضى راحوا وراحوا للمسيح كلهم وخفوا واحد رجع الباية عمل إيه ميشي وبرضو كتير منهم اللي استقبلوا المسيح يوم حد الزعف هم هم اللي صرخوا قالوا أصلبه أصلبه ففيه ناس أخدت من المسيح البركة أخدت منه الشفاء أكلت معاه فالخمس خبزات والسمكتين ولكن لما اتكلم على الإفخارستية راحوا تدوروا وظهرهم ومشيوا وقالوا دا كلام صعب فإذن فيه أنواع كتيرة من النفوس قبلت المسيح فيه اللي قبلت واتغيرت فورا حبوه أمنوا بي اتغيرت حياتهم وتركوه وتركوا كل شيء وفضلوا يمشوا وراه ناس تانية قاعدت تاخدوا تدي مع نفسها شوية بتعاند معاه وبترفضه لكن على المدى القصير أو المدى البعيد أمنت بي وبرضو تبعته ناس أخرى الحقيقة رغم أنها سمعت نفس الكلام وشافت الأعمال إلا أن هما فضلوا معندين ويمكن تأمروا عليه مش بس رفضوه ده تأمروا عليه وناس أخرى الحقيقة رغم أن المسيح عمل معها أعمال عظيمة سواء شفاء أو شافوا معجزات إلا أن هما برضو يعني أخدوا منه اللي هما عايزينه وسبوه مشيو يا ترى أنا وانتم من أنه نوع والفكرة هنا في الدروس اللي بنتعلمها لأني لو إحنا تكلمنا على المسيح ومقابلاته هنلاقي أول ميزة أن المسيح كل مقابلاته كان فيها بنيان وإثمار حكتين بنيان وإثمار يعني تغيير في بنيان روحي في بنيان للسلوك في بنيان للأخلاق في ترك للخطية وكمان في ثمر بنيان وإثمار يعني كل مقابلات المسيح مش هنلاقي بوترس مثلا اتغير وخلاص لا ده هنلاقي بوترس ده لما قابل المسيح اتغير على مستوه الشخصي هو وأهل بيته إلى آخره وصاروا وصاروا كلهم مثمرين في قرم الرب هنلاقي مثلا زكة زكة بعد كده بقى أسكف هنلاقي العازر هنلاقي الساميرية ازاي اتغيرت وراحت وداعت كل القرية بتاعتها قلت لهم بصوا هناك إنسان قال لي وقال لي وعمل لي وشاف ولما هم أمنوا بالمسيح قالوا احنا أمننا مش بس بكلامك كمان بكلامه بس مين اللي دعاهم الساميرية وصارت هي كمان بعد كده يعني جاذبة لنفوس كتيرة لشخص المسيح فنلاقي ان شخصيات اللي قابلت المسيح واستجابت زي بوترس زي بعض التلاميذ زي زكى إلى آخره أو كان فيها رفض وعناد ثم قبول ثم كلها صار فيها بنيان وإثمار ربنا ما بيضيع شوات ربنا ما بيضيع فيش حاجة في الكون هنا ملهاش لازمة فيش حاجة في الكون وليدة الصدفة فكذلك مقابلات المسيح مع الشخصيات كان فيها بنيان وإثمار وطبعا هذا الكلام لي وليك مش بس مقابلة أنا مش عايز نكون إحنا قبلت المسيح وعرفت واتغيرت طب ها ما احنا كل يوم بنتغير ما لسه في العمر وقت هل الوقت إحنا مازلنا بنتغير فيه ونثمر فيه ولا إحنا الحقيقة يعني من النوع اللي بياخد المنفع ويجري تاني نوع من تاني قصدي خاصية وميزة من مقابلات المسيح إن فيها طول بال فيها طول بال ربنا يسوع إلهنا الصالح طويل الباقي يعني بصوا كلامه مع السامرية بصوا كلامه حتى مع التلاميذ خلي بالكم من التلاميذ يعني عشان إحنا ناس أرتودوكسي بنؤمن دايما بالجهاد وبنؤمن بعمل النعمة وعمل الروح الكدس مع دورنا البشري مش مجرد مقابلة بوتروس مع المسيح صار بوتروس الرسول يعني اللي أقدم نفسه واتصلب منكس الرأس إلى آخره ده أخذ شغل كتير مع المسيح وبوتروس كمان ياما جاهت وياما سقط وياما كان التعليم الجديدة بنسمي التعليم بالخبر حطوهم كده في موضع في المركب والعصفة وتيجي فيثبتهم في الإيمان يعلمهم يلا تعالوا عندكم أكل يقول له إحنا معدي ناجر الخمس خبزات يقول لهم طبعات اللي عندكم ويلا ونبارك ووزعوا ويتبقى لكل واحد نصيب قفة يشيلها كده يقول ياه إحنا قدمنا خمس خبزات ويتبقى واثنشر قفة واخدين بالكم فإزاي إن كانت هذه المقابلات فيها طول بال من المسيح إزاي إنه كان بيصبر عن النفوس عشان تتغير عشان تؤتي بالبنيان والثمر المطلوب فكلها كان فيها إيه طول بال وصاب أنا هنا بكلم مع حضراتكم وأقول إزاي المسيح في مقابلاته معنا في مقابلاته معنا طويل البال كمان مش بس طويل البال ده فيها تفاهم فيها إحساس باللي إحنا يمكن ساعات مش عارفين نقوله أو فيها تفاهم لمشاعرنا والأفقارنا يعني مثلا هنتكلم كمان شوية عن المفلوق المسيح وهو واقف فهم الناس بتفكر في إيه مش بس واحد ده فيهم لأنهم ما كانوا بيفكروا كده من هذا الذي يستطيع أن يغفر الخطايا فراح المسيح فيهم وما بيفكروا في إيه كمان يفهم المشاعر يعني كان بقلب زكة مشاعر وأماني إنه هو يرى المسيح فوسط الزحام المليان بالمئات وكان المسيح وكان المسيح لما بيمشي يستنوه كده في الشوارع زي ما زكة كان واقف مستنيه بس هو عارف إنه فوسط الزحمة أنا مش هشوفه بس كان جواه شهوة في قلبه فطلع فوق الشجر وفوق الجميزة كده المسيح بس قال له أنا عارف أنا حاسس بيك تعال يا زكة تعال تعال فوسط كل هزول المئات ولا الألاف أيا كان عددهم المسيح تفهم مشاعر قلبه فوسط الزحمة برضو فهم المرأة الخطي أو آسف المرأة نزفة الدم فهم إزاي إنها بإيمانها حس بإيمانها تفهم فمع إن المسيح في مقابلاته كان طويل البال كذلك المسيح يتفهم أفكارنا يتفهم مشاعرنا يعني إحنا حين ما نطرأ أمامه في وقفة صلاة يعني بيفهم على طول اللي جوانا في صمتنا حتى بوليس يقول كده الذي على الروح الكدس الذي بداخلنا يعبر بأنات لا ينطق بها يعني لو أنا مثلا كده قاعد في وسط أهلي وصحابي مهما كانوا فاهميني قلت أي هيقول لي إيه مالك يا بونا تشتكي من إيه ولازم أتكلم ولازم أشرح إنما لو أنا وقفت قدام ربنا وقلت له آه من غير كده ما أتكلم هو عارف أنا بشتكي من إيه عارف أفكاري وعارف مشاعر قلبي فمقابلات المسيح كانت تتميز بالبنيان والإثمار التغيير كانت تتميز بطولة البال كانت تتميز بتفهم الأفكار وتتفهم المشاعر كمان مقابلاته كانت بسيطة وعميقة في نفس الوقت بسيطة وعميقة في نفس الوقت يعني يعود كده في وسط الناس يعود يحكي لهم كان خرج الزارع مرة وشاي اللي بزور على كتفه وماشي فوقعت هنا بزرع ووقعت هنا بزرع على الطريق وفوسط الصخر وفوسط الشوك ومش عارف ايه وعالأرض الجيدة حكاية بسيطة بس يقولهم بصوا دي كلمة طالة وكان لي عمق عظيم نقعد النهاردة لغاية النهاردة نقعد ونتأمل ونسمع نشوف أقوال الأباء كتبوا فيها ايه وقالوا فيها ايه كانت بسيطة ولكنها عميقة سواء كانت ده كلام أو كانت أعمال يعني يقول ايه لك أقول كم بصوا كلمة كده لك أقول كم يلاوي على الكلمة دي بس بتبين عمق قدرته يقف وسط العاصفة وبكلمة واحدة كلمة واحدة اسكت اخرس يكلم البحر ويكلم الهوى تلاقي كله الريح والبحر يطيعانه كلمة بسيطة جدا وعمل بسيط جدا لكنه عميق 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 يعني ساعات ربنا يوصل لنا معنا كبير قوي بحركة بسيطة قوي او بكلمة او بدرس زي واحد فينا يقف كده يتأمل في جمال الطبيعة وراها قدرة أبدية وسرمادية على النمو وعلى التجديد وعلى 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 فهي بسيطة ايه كمان عميقة الحقيقة كمان كانت تتميز مقابلاته بان اللي بيقابله بيرتبط بيه يعني كل اللي قابله وطبعا استجاب لعمله مريم ومارسة والمرأة الخطيئة والمرأة نزيفة الدم المرأة كان عنه نفوس 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 كتيرة حبته وقبلته وارتبطت بيه وماتت عشانه وعاشت عشانه سواء كانت هذي يعني كان زي يحنى ما هو يعني يحنى تنيح مقدمش نفسه شهادة واخدين بالكم أو يعني بغض النظر عن التلاميذ والرسل النفوس الكتيرة اللي هي يعني ايه قدمت حياتها بشكل او باخر فاذا احنى بنرى مقابلات المسيح كانت تميز بالبنيان والاثمار والتغيير طولت البال تتميز بالتفهم والاحساس بينا بافكارنا ومشاعرنا كانت بسيطة جدا ولكنها بتعطي ايه اعمال عظيمة وعميقة مملوقة بالحب والفرح والسلام والغفران واثبات للهوت وقدرته كمان كانت تتميز بان كل اللي قابله واستجاب لي ارتبط به قبل ما نروح فاصل اقول لكم بس كده تاني احنا من انهي نوع من نوع اللي بيستجيب بسرعة للدرس للمعلومة للحب للرسالة ولا احنا نوع اللي بنرفض ونعاند وبعدين بنقبل ولا احنا نوع اللي معاندين على طول الخط ولا احنا من النوع اللي هو بيعمل ايه يعني بيسمع وياخد اللي هو عايزه من ربنا ويصلي وياخد البركة ويدور دهره ويمشي احنا من انهي نوع لاني مهمة قوي ان احنا نعرف ان مقابلات المسيح لم تنتهي بالعهد الجديد هي ايه يوم بيوم وساعة بساعة لا يقف ابدا ولن يمنعه شيء ان يفتقدنا كلنا سواء كنا جماعة او افراد هناخد فاصل ونرجع نتأمل في مقابلات مع المسيح اشتركوا في القناة امان وعيوني تنام وانا متطمن اصله لا يمكن هيسدني وحيد لو في جراح بكلام ارتاح خطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيد يا مالي بنور حياتي شكلت ايلك اوقاتي لو انت يا رب العمر معاك اجمل الانوان حلت الايام المرة من دم ما تسبني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان سندي في ايامي وسر سلامي خيره يكفيني حبه ماليني وهيبني حياة يا شمس نهاري كاشف اسراري سترقاني ايدي انا ماد يقولي بالعمر معاك يا مالي بنورك حياتي شكلت بيدك اوقاتي لو انت يا رب بالعمر معاك اجمل الانوان حلت الايام المرة بند بند ما تسبني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان يا مالي بنورك حياتي شكلت بيدك اوقاتي لو انت يا رب بالعمر معاك اجمل الانوان حلت الايام المرة بند ما تسبني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان اهلا بكم بنكمل كلامنا عن مقابلات مع شخص رب المجد يسوع المسيح قلنا مش كل الاستجابات كانت واحدة في ناس استجابت على طول في ناس اخدت ودت في ناس عندت ورفضت وبعدين استجابت في ناس فضلت معند على طول الخط وفي ناس تانية انقرته وقامت عليه وفي ناس تانية اخدت منه اللي هي عايزاها ودورت ظهرها ومشيه بس كل مقابلات المسيح كانت بنيان وإثمار كل اللي قابلوه استجابوا ليه تغيروا صار ليهم بركة ونعمة في الأرض وفي السماء الحقيقة الواحد دايما يسأل نفسه ويشوف هو ماذا استجابته ايه لمقابلات رب المجد يسوع اول حاجة اول مقابلة نتكلم عليها بعد ما قلنا المميزات الجميلة المقابلات وكلها تفاهم كلها فهم لينا افقارنا ومشاعرنا كلها طول بال وصبر علينا كلها فرح واسمار وتغيير وغفران زي المولود اعمى المرأة الخطية ويعني كلها لما بنقرأ في إنجيل يوحنى بالذات كده مقابلاته وإنجيل مرقص كمان يا سلام وإنجيل له اهو كنا بيرسم لنا لوح كده بنشوف قد ايه شخص المسيح ده متفاهم وحنين وبيغير بيبني ويثمر لأني في ناس كتير النهاردة تقعد تقولك ما هو المسيح قبل 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 وماله ما هو المسيح قبل المسيح شخصه يقبل الكل بس شفنا هذا القبول فيه تغيير في النفوس هو مش بيقبله بضعفه ويفضل على ضعفه خلي بالنا قوي من الحتة ديت لأني هو المسيح لو بيقبل 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 بلا تغيير يبقى ما فيش بنيان وإثمار يعني أنا تخيله كده ابني جالي متوسخ وهدومه متوسخة وإلى آخره فقبلته بوسخته وقبلته بهدومه بعدين سبته زي ما هو أبقى أنا أب بحب أبقى أنا أب صالح ولا أقبله وأعمل في إيه أنا أضفه أتههره هذا كانت مقبلات المسيح بنيان وإثمار للتغيير مش مجرد قبول وخلاص عشان الناس اللي بتقعد تقول نقبل 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 بس لازم يكون هذا القبول وراه هدف أسمى وراه هدف أكبر مش مجرد قبول ونسيب الناس بمرضها لا يحتاج الأصحق إلى طبيب بل المرضى ليه عشان نشفيه ومش عشان يفضوا على مرضهم لكن لو المريض قالك أنا مش عايز أخذ الدواء هيتطبق عليه كلام زمنوا لكم إيه فلم تركسوا نحن فلم تبكوا أول حاجة هنتطبق عليها كل الكلام دوت لقاء المسيح مع اللص اليمين مقابلته لللص اليمين يعني آخر مقابلات المسيح هو على الصليب آخر مقابلاته وحوراته على المسيح مع اللص اليمين والمشهد هنا الحقيقة فيه المسيح وفيه لص على اليمين وفيه لص آخر على الشمال الحقيقة دار حوار ما بين اللصين ودار حوار ما بين اللصوص والمسيح اللص الشمال حسب ما الكتاب بيقول ابتدى الكلام قاله يعني ما تنزلنا انزل منع الصليب ونزلنا معك معرفش هو اللص الشمال كان بيقول كده ابقناه على ايه يعني يعني عايزينزل المسيح وينزل هو كمان يعني زى ما الناس كانت بتقول بناءا على ايه كان عايزينزل او ينزله ليه يعني لان اللص اليمين رد عليه وهو اللي فاتح الكلام وقاله اما نحن فبعد لنجوزينا يعني بناءا على ايه بتقول ننزل مناصر احنا نستاهل اما نحن فبعدلن ايه جزينا وبعدين بص للمسيح قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ايمان واعتراف ايمان وتوبة هذا اللقاء هذه المقابلة السريعة جدا يعني حوار ما ياخدش دقيق دقيقتين طبعا المشهد احنا بقول حوار دقيق دقيقتين انما المسيح عاد على الصليب فترة ساعات واللصوص على عايمينه وشماله مش يعني مش دقيق او دقيقتين فترة المسيح عاد شوفنا الساعة الثالثة لغاية الساعة كام لغاية ما نزلوه وغاية ما اسلم روحه كده في يداي القاب فاحنا وقت صحيح كبير بس الحوار صغير عشان كده لو اخدتوا بالكم زي ما قلنا في ميزات مقابلات المسيح هي بسيطة وعميقة هذا الحوار البسيط فتح الفردوس لللص يعني يعني اليوم تكون معا في الفردوس اخد الوعدة بالفردوس فتحه قدامه فتحه فوشه يعني نقصد يعني كان هذا اللص اليمين يعني كان هيروح فين زي اللص الشمال يعني لكن مجرد انه ايمانه بالمسيح عشان كده بقولكو كانت مقابلات المسيح مملوقة بالبنيان والاثمار اليوم تكون معي في الفردوس هتقوله يعني احنا بنقوله على اللص اليمين سرق الملكوت وكل هذا الكلام حقيقي بس هو زي ما قلنا كان فيها تفهم للأفكار وللقلوب المسيح يعرف قلب كل إنسان يشعر به ويفهمه من عقله وقلبه وأفكاره ومشاعره فطبعا المسيح يعني حاش اللي انا اقول كده اني واحد مش معقول هيكون يعني يضحك على المسيح أو يعني يخدعه والمسيح يقبل الخدع لا المسيح هو الحق وبالتالي المسيح هنا شعر بأفكاره وشعر بمشاعره وفهمه وكانت إجابته الوعد الإلهي بالفردوس اليوم تكون معي في فردوسي لقاء الحقيقة لم يستغرق وقتا كثيرا بنشوف مدى الاستجابة البشرية لأن احنا بنقول للص كده في أمانة اللص اليمين لما بنصليها في الجمعة العظيمة انت ما شفتش المسيح متجلي في طور طبور انت ما شفتوش وهو بيشبع الجموع ما كنتش معاه لما أخرج لعازر من بعد موته بأربعة أيام ما شفتش المسيح وهو في قمة مجده في أعماله ومعجزاته بيفتح الأعمى ولا العمي وبصرون والشل يمشون كل الكلام دول لكنه رآه على الصليب معلق وآمن به مقبل الحقيقة كانت نتيجتها أن هذا اللص يدخل إلى الفردوس بنقول له توباق أيها اللص توباق لأنك أمنت إيه بالمسيح بصوا المقبلة جميلة إزاي وطبعا والأجمل ما فيها هي مشاعر التوبة الدفينة في قلب هذا اللص لما بيقول أما نحن فبعدل جزينا وكمان بتبين أن المسيح نظرته للي بيصرخ إليه غير نظرة البشر يعني لو إحنا مكان المسيح واللص اليمين بيكلمنا هذا الكلام الحقيقة هنقعد نقول له ده أنت يا ما عملت ويا ما سويت وده أنت أنت جاي تطلب مني يعني ممكن يديله الفردوس بيس يسمعه كلمتين لكن لأن مقابلات المسيح معنا تتميز بالتفاهم وتتميز بالشعور بقلبك وتتميز بالشعور بأفكارك هو لا يحتاج منك الكثير أنك تشرح موقفك ومش محتاج منك أن أنت تقعد تعيد وتزيد كتير ولا محتاج منك أن أنت تقعد تثبت له حبك أو تثبت له ندمك على خطيتك يكفيك أنك تقف أمامه وتقوله كده يا رب إيه أذكرني أنا ندمان هو يشعر بيك ويعرف مدى صدق تبتك ومدى صدق صراخك إليه وحتما يستجيب حتما يستجيب لقاء زي ما بنقول سريع بسيط بس إيه كانت نتيجته الفردوس كانت نتيجته الفردوس تاني اللقاء جميل بحبه قوي الحقيقة قوي ست العدرة هو حوار لأن ست العدرة بقى مش مقابلة المسيح دي يعني أكتر واحدة قعدت معاه يعني ست العدرة أكتر واحدة قعدت مع المسيح لأنه هو كان ينمو في أحشقها زي ما احنا بنقول ولدته وشالته عبن زراعية واخدبلها منه يعني أمه وهو إله وفي أكتر واحدة شالت المسيح وقعدت معاه واتكلمت معاه أم النور ست العدرة أم النور بس أنا هاخد حوار كده بسيط لما المسيح كان معاه في الهيكل هو لسه فتى وبعدين تهم النه وراحت هي مشت هي يوسف النجار وزي ما بيحكي الإنجيل كده يقول كانوا إيه يظنه إنه هو كان بين الرفقة يعني كانوا فاكريين إنه هو إيه ماشي مع فوزة الناس اللي إيه اللي في سنه وبعدين بعد ما مشيوا فترة وقت يعني ممكن يوم رايح ويوم راجع اكتشفوا إنه هو مش في بين الرفقة فرجعت لأرشاليم تشوفه فلما لقيته في الهيكل قالت له يا ابني كنا نبحث عنك إيه معذبين أم بقى إيه وخيفة على ابنها يا حبيبي يعني دخن عليك أخذين بالكم تخيلوا معايا كده الست العضرة فالمسيح يقول لها ألا تعلمين أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي هذا الحوار البسيط بيأكد لنا مدى ارتباط الست العضرة بالمسيح نمرة اتنين بيبين لنا إن المسيح إزاي كان لحبها وكان شايل معاها سره زي ما بنقول كده لا أنت عارف أنا ينبغي أم أكون فيما لأبي أنت كنت فاكراني بين الرفقة يعني أنت فاكراني إن أنا بينس الولاد اللي في سني لا أنت عارفة إن أنا أكون إيه فيما لأبي طب الحوار ده ولا المقابلة اللي بعد غياب ديت نتعلم منها إيه نتعلم منها أول حاجة إن اللي بيحب المسيح وبيرتبط بيه يفهمه وعشان كده حتى المسيح قال لك أعلن له ذاتي أقيم عنه ولما قال مرة لتلاميذه أو لفيلوبوس تحديدا قال له من رأاني فقد رأى الآب فإذا المقابلة هنا مع ست العضرة هتقولولي يا ابونا ده كان كلام المسيح مع العضرة لكن الحقيقة المسيح مرة هو بيتكلم في وسط الناس قالوا له ها أمك وإخوتي وإخوتك يصدوا التلاميذ طبعا ينتظرونك أو يعني عايزينك فقال لهم من هو أبي وأمي وأخوتي مين الذي يصنع إيرادة أبي بصوا المسيح بيحطنا في أنه ردبة بيحطنا في أنه مكانة حاجة تطمعني في محبته وحاجة تطمعني أن أقرب منه حاجة تخليني يا رب ده أنا نفسي عرفك أكتر وأكتر وأقرب منك أكتر وأكتر لأن المقابلة البسيطة اللي كانت بعد توهان دي في مفهوم العضرة بتبين أن المسيح كان عايز يقول للعضرة إيه يا ستي ما تلاقيش علي ما تخفيش أنت عارفة أنا المفروض أكون فين أكون في الهيكل بياخد ودي في كلام ربنا بياخد ودي وبعلم لأنه كانوا الشيوخ ساعتها قاعدين بصين كده للمسيح إيه ده ده حافظ الكتب ده عارف كل حاجة وطبعا هذا الكلام بعد كده عارفوه قالوه أكتر يقولك كان يتكلم كما له سلطان وليس كالكتب والفرسين شخص المسيح المبدع شخص المسيح يعني العجيب اللي يقرب منه ويحبه ويعرفه بتكون المقابلات فيها كلام دسم أعلن له زادي زي ما السيطة العضرة كانت عارفة سره ألا تعلمين أنت بش عارفة إن بغى أن يكون فيه مليء أبي ونفس الحوار ده بيتكرر على فكرة في أرس قانا الجليل لما السيطة العضرة بقى كانت تكبرت يعني يعني في تعاملاتها مع المسيح سنة بسنة ويوم بيوم فتقول الخدم مهما قال لكم إيه ففعلوه لقاءين لغاية دلوقتي قلناهم أول لقاء لص اليمين إزاي غير إزاي هذا الحوار البسيط أعطى اللص اليمين أن يكون له مكان في الفردوس الحوار التاني يقول لنا بص المقابلة بعد غياب كده وهي متلهفة عليه وهي بتدور عليه فيقول لها أنت عارف أعلن أعلن له زادي فإذا حواراتنا مقابلاتنا مع المسيح كلما بتكون الاستجابة كلما بنشوفه أكتر كلما بنفهمه أكتر كلما عرفنا رسالته وعرفنا كلامه وصر لينا انعكاس لصورته جوانا ست العدرة طبعا يعني غنيا نحن نوعب نتكلم عليها كتير تالت لقاء قبل ما نروح فاصل هو الحقيقة لقاء الموعزة على الجبل أن احنا قلنا في الأول أني زايا المسيح كانت لقاءاته فردية وجماعية الموعزة على الجبل لقاءها توبة 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 عايزين نقول فيها إيه الموعزة على الجبل مقابلة كانت طبعا يعني إيه مش بس أثرت في الناس اللي كانوا قاعدين ده بتأثر فينا لغاية النهارة لأني حتى كتير اللي مش قادرين يؤمنوا بأن المسيح هو الله والمسيح هو أكنوم الكلمة الإله المتجسد وعنحن نؤمن بذلك طبعا يعني مش محتاجة أن احنا نعيد ونزيد فيها ونشرح كتير زي ما موسى استلم شريعته على الجبل كمان المسيح أعطى شريعة العهد الجديد اللي هي تكملة العهد القديم التدرج اللي ربنا زرعه من أول آدم لغاية ما سلمه لنا المسيح بفهمه الطهر تتميم الوصيل إزاي ني موعزة على الجبل كانت مقابلة مش بس للألاف اللي كانوا موجودين بيسمعوا إنما لنا نهاردة لغاية النهاردة حتى اللي يؤمنون بيقولوهية المسيح لما يقروا الموعزة على الجبل يقولوا يا سلام حقا كان كلام المسيح هو كلام الحق احنا بنكمل عنه أنه كان كلام الحق لأنه هو الإله الحق وهو كلمة الله ومش مجرد نبي ولا رسول هو الله الإله المتجزد عظيم عظيم هو سر التقوى الله زهر في الجسد هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن مقابلات مع رب المجل يسوع المسيح اشتركوا في القناة منها لنهانا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي منها لنه اللي خلقني في بيئاتي مش سامعني ولا شارقني في آلامي منها لنهانا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري من قلبه حدين زيك من عنده أحساس حبك ووهيب لي أحلى حياة من وياه أنا متطبن من زيك هيكون ممكن ده مفيش غيرك إله مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري يا إله أنا كل ما إنك أبو يا الحنان ومعاك طريقة كمل والإسمك دايما نعلي صورتك قدامي تملي أنا ليك قلبي بسلم مش هدل غيرك يلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينعور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وإسمك دي وإسمك دي وإسمك دي وإسمك دي وإسمك دي وإسمك دي أملك أمري مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينعور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وإسمعني الخرمارك فيها خلني دايما نوية أملك أمري أملك أمري أملك أمري أمري أهلا بكم بنكمل مقابلات مع رب المجد يسوع المسيح ونشوف إزاي دوة يعلمنا وإزاي بيأثر في حياتنا المقابلة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بتاعة المفلوك وازاي اصحاب المفلوك هم اللي اكتبوا المقابلة دي احيانا كانت بتوبقى مولادة المسيح تلاقي المسيح رايح بشخص بعينه زي السامرية زي المريد بركت بتحزدة المولود اعمى يعني اول مولود اعمى كان بحقيقة بيصرخ اليه المسيح ندى يعني فيه زيارات والمسيح اختار زكى ينزل يقعد معاه الى اخره وكان فيه ناس تانية هي تجري على المسيح يمكن المفلوك الحقيقة لهو راح ولا المسيح راح له انما صحابه ودوه عشان يقابل المسيح وطبعا هنا انا بقف عند الكلمة اللي قلناها في الاول وقلنا مقابلات المسيح كان فيها بنيان واثمار الاصدقاء الاربعة اللي حملوا المفلوك ولم ييقسوا في ان يصلوا به الى المسيح ده النهار ده رسالة كل صديق مش هقول كل اب وكل ام لان ده طبيعي ان الاب والام يكونوا بياخد ولادهم يحطوهم قدام المسيح ولو ابنه او بنته ابتدى يبعد يقوله تعالى حبيبي خليك في حضن المسيح خليك في حضن الكنيسة لكن دور الصداقة النهار ده لان النهار ده لما بنتكلم على الشباب وولادنا وابنتنا صغار كانوا او كبار بنشوف ازاي الاصدقاء لهم دور كبير جدا ان هما سواء يكونوا في سبب ان هما يكونوا كلهم امام المسيح او ياخدوا بعض بعيد عن المسيح فالمفلوج هنا اول نقطة بنتكلم عليها ان كان سبب المقابلة هما الاصدقاء اللي سعوا بكل جهدهم ان هما يحطوا المفلوج قدام المسيح فدي نعمة كبيرة لكل صديق وصديق نعمة كبيرة انك تكون انت كصديق او صديقة سبب في ان انت تاخد اصحابك تاخد اصدقائك تحطهم قدام المسيح نمر اتنين في المقابلة الجميلة ديت هنلاقي فيها التفاهم طبعا المسيح فهم المفلوج كمان فهم لايه الناس اللي وقفين وبعدين في المفلوج هنلاقي الاولوية يعني طبيعي انه جاي له مفلوج مشلول يقول له يلا قوم احمل سريرك وامشي بس المسيح ما ابتداش بدي هو كده كده كنعارف ان هي ماشي يعني وهو المفلوج رايح عشان يقوم يخف انما المسيح حط اولوي عشان كده مقابلات المسيح بنيان واثمار بسيطة وعميقة فقال له مخفورة لك خطيئك شفاء الروح شفاء الروح الحياة الحياة لان لو المسيح قال له ايهما ايصر يعني كمح مرسيري لك ويمشي ما هو هيمشي وبعدين يموت تاني لكن المسيح اداله الحياة ما ادلوش بس الشفاء لان شفاء الروح هو الحياة ومرض الروح هو الموت فهنا الاولوي عشان كده بنقول مقابلات المسيح معانا بترتب اولويات احيانا تكون اولويات المسيح غير اولوياتنا احيانا تكون اولويات المسيح غير اولوياتنا يعني اولاء اولويات المسيح دي بتكون شفاء الروح وتنقية القلب وتنقية الفكر وبعدين يبص بقى على اللي احنا ساعد بنطلبه فأولويات المسيح دايما فمقبلة المسيح فيها شفاء للروح كلام ده كان مع زكا وكان مع بطرس ومع السامرية مش بس ما كانش مع المفلوك يمكن المفلوك كانت بينة قوي لأن المسيح اداله الغفران قبل ما يقوله قوم احمل سريرك وامشي جالنا سؤال الحقيقة عن صلاة الثالث ليه بنصلي صلاة الثالث يعني في حالة فقدان أحبقنا في حالة الوفاة صلاة الثالث هي من يعني تراث الكنيسة وطبعا تالت يوم ده بعد الوفاة بيفكرنا بإيامة مين المسيح وكنيسة بتعلمنا ان ده صار في روح الحزن عشان كده أبونا يعني يجي يصلي على حاجة خضرة وعلى عيش وعلى الملح رمز ان الحياة بترجع تاني والخضرة رمز دايما الحياة فاحنا نؤمن بالحياة نحن لنؤمن بالموت لا يكون موت العبيده بل هو انتقل سؤال تاني برضو عن المنتقلين هل المنتقلين بيطلبوا عنا في السماء بلا شك يعني احنا دايما نقول كده حتى في القدس الكرولوس ليس ألن ان ايه نتشفع فولائك بلهم قيام أمام منبر ابنك الوحيد يشفعون ايه في مزلاتنا فطبعا هذا ايمان اللقاء الرابع اللي نتكلم عليه احنا قلنا تكلمنا عن لقاء المسيح على اللص مع اللص اليمين قلنا مقابلة المسيح السد العدرة وكلامه قلنا كمان مقابلة المسيح مع المفلوك وقلنا الموعزة على الجبل الحقيقة ما ينفعش نعدي اعلان الإيمان اللي المسيح عمله مع المرأة نزفة الدم من أحلى المقابلات اللي مع المسيح والمقابلة دي تبتدت مقابلة صامتة عشان كده بنقول لما انت تقف أمام المسيح بس وانت صامت كده فانت الحقيقة هو عارف هو عارف فالمرأة نزفة الدم هي مقابلة فريدة جدا من نحة في الكتاب المقدس كل جت برضو من وراءه كده في وسط الزحمة المسيح وقف هو المسيح عارف يمين طبعا يعني المسيح مش إنما هو كان عايز يعلن إيمانها للناس دي كلها فوقف كده وقال لي استنوا في حد لمسني فبوترس جميل بوترس بيقول له يا معلم يعني يا الجموع يضيقون حوالينا يعني ده يا معلم بص الناس نقرفين نمشي نزفة حوالينا وانت تقول حد لمسني قال له لا استنى يا بوترس بس هناك ايه هناك قوة خرجت مني ده مش اي لمسة وكلمة قوة خرجت مني المقابلة المسيح كلها قوة يعني قلنا السلام قلنا الغفران قلنا الفرح إنما مقابلة المسيح بتاخد منها قوة وبتاخدها لما يكون عندك هذا الإيمان القوة دي تكون قوة بتريحك قوة بتشفيك قوة بتديك مشورة القوة اللي انت محتاجها لأن الله يعني الله القوي زي ما نقول كده هو قوي في كل شيء وقدرته ليس لها حدود وفي كل المجالات وفي كل أمور الحياة ما نراه وما لا نراه ما نستوعبه وما لا نستوعبه فلكن في هذه المرأة لما قابلت المسيح وهي صامتة لم تتكلم ولم تسأله في شيء مجرد بإيمانها لمسته خرجت منه ايه قوة والمسيح قال لا وقف تعال يا سيدي قال فجات مرتعب قلت له أنا كانت وهي مكسوفة أستنى يعني في عرف اليهود نجس قال لا 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 تعالي نجس هاي بس ده أنت إيمانك عظيم إيمانك شفاكي إيمانك خلصك وأعلن إيمانها لكل عشان تمشي وهي مرتاحة الضمير تبقاش حاسة إنها سرقت القوة لكن هنا مقابلة المسيح مع المرأة نزفة الدم بتبين لنا أوي 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 إزاي أنا مقابلة المسيح نأخذ منها القوة التي نحتاجها نأخذ منها القوة التي ايه نحتاجها أخيرا يا أحبائي يعني مقابلات المسيح أخذوها مني كده لا تنتهي مش بآخر الإنجيل المفتوح والدائمي ده لا ده يوم بيوم يرسل لنا تعزية ويرسل لنا قوة ويرسل لنا كلامه إذا كان كلامه الذي قاله في العهد الجديد مكتوب ومنطق بعمل الروح القدس في الكنيسة على مدى الكورون وعلى مدى السنين زي ما هو قال يعلمكم ويذكركم فكلامه لا يعني لا يجف أبدا نبع 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 ماشي في الكنيسة في تعليم الأباء وفي الكتاب المقدس وفي كل هذا الكلام مقابلاته معنا لا تنتهي أبدا بس إحنا لازم نفهم مدى استجابتنا لازم نفهم بناخد منها إيه وناخد منها إزاي ربنا يجعلنا دائما على مستوى استجابة قوية نأخذ منه القوة والسلام والفرح والحكمة والإرشاد في كل شيء وتكون رؤيتنا للمسيح رؤية كلها بنيان وإصمار وكرازة زي ما كل الناس اللي تكلمنا عنهم ونتكلم عنهم كمان بعد كده أخذوا منه هذه القوة العظيمة غيرت حياتهم وغيرت حياة كثيرين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة